قال قرأت على عبد الرحمني مالك عن أبي النظري مولى عمر بن عبيد الله عن بسري بن سعيد أن زيد بن خالد الجهاني أرسله إلى أبي جهيمين يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ماذا عليه قال أبو الجهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لا كان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النظري لا أدري أقال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة